خلاص نروح ونشوف ونرجع للدوريات الأوروبية زي ما بقول لحضراتكم المعمعة كبيرة جدا ويعني زي ما بقول الشعلة ولعت في الدوريات الأوروبية وخاصة الدوري الإنجليزي تعالوا مع بعض ما حضراتكم نشوف الصحف العالمية يالي تي عن انطلاق الدوريات الأوروبية تعالوا نبدأ جولتنا النهاردة في طبعا الصحافة العالمية بصحيفة طبعا ماركة الأسبانية تحديدا ركزت هذه الصحيفة أكيد على صفقة طبعا كيلين أمبابي اللي بيصعى لغاية دلوقتي ريال مادريد بيصعى لضم هذا اللاعب قبل نهاية طبعا الترانسفير ماركة اللي ينتهي بنهاية الشهر ويمكن كتبت التعاقد مع أمبلي يدخل المنعطف الأخير ذا طبعا إشارة لانتقال أمبابي من فاريس سان جرمان إلى ريال مادريد كمان اهتمت الصحيفة أكيد بفوز أتليتكو مادريد حمل اللقب على سيلتافيكو وكمان فوز برشلونة على ريال سويسيداد في الدور الأسباني وكتبت برشلونة يتعلم أو يعني يدوء الفوز دون ميسي طبعا كلنا بنشوفه كل العالم كان بيتابع برشلونة هيعمل إيه بدون ميسي لكن كان فوز كبير جدا على سويسيداد وبعدد كبير كمان من الأهداف لسه في أسبانيا مع جريدة عيسل أسبانية اللي طبعا ركزت كمان زي ما بقول لحضراتكو على فوز أتليتكو مادريد على سيلتافيجو وكتبت العرض الأول للبطل كمان اتكلمت عن فوز برشلونة على ريال سويسيداد بأربعة أهداف مقابل هدفين وانطلاقة أكتر من رأيه أكيد لبرشلونة زي ما بقول لحضراتكو الكل كان متابع برشلونة يعمل إيه لكن أول خطوة لطبعا برشلونة في الدور الأسباني بدون ميسي طبعا والفوز على ريال سويسيداد بأربعة أهداف لهدفين نروح لفرنسا بالنسبة للصحف الفرنسية صحيفة لكيب الفرنسية والصحيفة الفرنسية يمكن ركزت الصحيفة على تعادي الأولمبيك مارسيليا وبردو بنتيجة 2-2 في الدور الفرنسي وكتبت أولمبيك مارسيليا قطع مصارو تحدثت كمان عن هزيمة أولمبيك ليون أمام سفر ثلاثة وكتبت أولمبيك ليون يترنح وطبعا بيتر بوز غاضب جدا وهو المدير الفني لهذا النادي نروح لإنجلترا وطبعا صحيفة ديلي إكس بريس اللي يمكن ركزت ديلي إكس بريس تطرقت لي طبعا فوز مهم جدا فوز توتنهام على حامل الرقب المان سيتي بهدف نظيف طبعا في غياب هاريكين يمكن قالت الصحيفة لهاريكين لا مشكلة يعني هما بيكلموا على غياب هاريكين عن المباراة لكن الفوز كان فوز كبير جدا جدا وهاريكين طبعا أكيد يمكن كان فيه أداء أكثر من رائع لسون الكوري وإحرازه هدف الفوز نروح لسه في إنجلترا مع ميرور الإنجليزية اللي طبعا ألقت الضوء على فوز توتنهام على منشيسر سيتي كان فوز مهم جدا جدا بهذا النظيف في افتتاحية الدورية الإنجليزية في غياب هاريكين وكان فيه عنوان من يحتاج لهاريكين ونقطة نحن ده إشارة لتوتنهام إنهم رغم الفوز على طبعا حامل اللقب لكن هاريكين أكيد ليه إحتياجات كبيرة جدا ومن أفضل المهاجمين على مستوى العالم كمان قالت الجريدة إن صن طبعا اللاعب الكوري بيحقق الانتصار دون هاريكين وتحدثت عن المدير الفني وقالت إنه ما زال يصر على أن القائد لن يرحل طبعا عارفين حضراتكم ويمكن الغد الوقت كان فيه علامات استفهم هل يرحل هاريكين إلى المان سيتي ما لعبش المباراة اللي فاتت لكن توتنهام بصراحة قدم مباراة أكتر من رائع مباراة على المستوى الفني على المستوى الأداء على مستوى التاكتك توتنهام كان بيقدم مباراة أكتر من رائعه أمان ميم أمان طبعا حامل اللقب المان سيتي اللي يعني كان بالنسبة له كان أداء هزيل بصراحة لا يعني لا يرتقل طبعا حامل لقب واسم المان سيتي بنجومه وجرديولا واللعاب الكباري الموجودين فيه لكن قدر طبعا توتنهام بإصراره وبإمكانياته وطبعا عامل فريق صن اللاعب طبعا الكوري أنه يحرز هدف الفوز هنطلع لفاصل وبعد الفاصل معنا ضيف مهم جدا نتكلم فيه بالتفصيل على الدور الإنجليزي والدورات الأوروبية الدكتور طاري الأدور بعد الفاصل